بإعلان وزارة الصحة الأربعاء عن ارتفاع نسبة الملقحين إلى 8% يبدو واضحاً أن العراقين أدركوا أخيراً أهمية اللقاحة في مواجهة الموت الذي سببه الفيروس التاجي كورونا المستجد وبينما شهد الإسبوعان الماضيان ارتفاعاً حاداً سواء في عدد الإصابات أو الوفيات على مستوى العراق إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتوسيع وزيادة منافذ التلقيح ستسهم في زيادة عدد الملقحين سيمان هناك إقبالاً جيداً على مراكز اللقاحة لكن وزارة الصحة وخطتها خلال الأيام المقبلة ستكون على المحك أمام منعطف خطير بسبب مواكب ومجالس العزاء الحسيني التي ابتدأت منذ الثلاثة هذا المنعطف يضع عبعاً على وزارة الصحة في مواجهته وهو ما يدعو للاستعانة بالقوات الأمنية التي تتولى حماية هذه المجالس لتطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الجسدي ولو بالقوة كما يضع على عاتقها مهمة التوعية المستمرة لأصحاب هذه المجالس والمواكب وكانت وزارة الصحة حذرت من امتلاء غرف وردهات جميع المستشفيات المخصصة للحالات الحرجة للمصابين في فيروس كورونا في بغداد والمحافظات وأكدت إن الوضع يهدد النظام الصحي في البلاد وسيسجل راق منذ السادس والعشرين من يوليو معدل إصابات ما لا يقل عن عشرة آلاف حالة يومياً ميانا